اشتركوا في القناة كان هو مختارش السياسة ولكن القبيلة أنا داك هي اللي رشحته بش يكون رئيس الجامعة بمفهوم الحالي من بعد جاء العمديالي بويبيد بويبيد واللي ترأس الجامعة تقريبا 23 سنة من بعد عن حزب الاستقلال العمديالي كان عن حزب الاستقلال من بعد الأبديالي اللي كان على رأس هدل الجامعة 18 سنة يعني ثلاث ولايات متتابعة وفي الظروف الحالية لشعار ديالها التغيير وتقلد الشباب المناصب المسؤولية فقرر الوليد ديالي انه ما يترشحش المنصب الرئاسة ويكتفي بالعضوية في حين انني انا نترشح للرئاسة هو يكون كمساعد ديالي كنائب يعني ويساعدني بحكم التجربة اللي عنده اكرام بوابيد الحاصل على الدبلوم في التدبير والتسيير المقاولات كلها امل وثقة في تغيير الظرفية الصعبة التي تعاني منها ساكنة أولاد علي الضوالع احنا قبل من دخلوا الغيمة الانتخابات درنا اجتماع بحضور الأب وبحضور تقريبا 90 شخص ملمون خارطين في الحزب وحطينا برنامج انني انا متلا غنترشح في الدائرة ربعة الأب ديالي غير ترشح في الدائرة واحد يعني ماشي كنت جامع غي أنا والأب ديالي إلا احنا جامعنا اكتار تقريبا قلت لك 90 شخص تقريبا وحطينا بإجماع هادشي كله كان بإجماع يعني بالموافقة ديالهم شافوا انني أنا ربما غنغير ربما غنعطيشي حاجة حكم الدراسة لانا غتعونني مجال السيير ومجال الاقتصاد فضع خلف هادشي والد إكرام بوعبيد الذي ترأس المجلس الجماعي لولد علي الطوالة لـ 18 سنة له تقى في نجاح ابنته في مهمتها نقول لها بنتي دركاء الحمد لله نزلوا في كالتقى أعطي 50% للدراسة و50% للتسير ديالجامعة وأنا غادي نكون في الجانب ديالك والتقام لهيك التنظيمي ديالجامعة غادي يكون في الجانب ديالك والقانون في الجانب ديالك والسكان في الجانب ديالك الرئيس الشابة تعيد سكان جماعة أولاد علي الطوالة بالعديد من المشاريع لتنمية المنطقة لدينا كمجلس أننا نكملو اللي بدا المجلس السابق اللي كان كترأسه سنصطفة بوبيد أنا نكملو ذك الشي اللي بداها يعني كيم مزافة ناقات فالكهراباء هي يعني كاملة 100% بالنسبة للماء كنتطمحو أننا ندخلو الماء الديور الماء الصالح للشرب للديور بالنسبة للطرقات كنشوفو كمجلس ليس كإكرام بوبيد لأننا لا ندخل هنا لتسلط كمجلس نرى الناس ليس كإكرام بوبيد لله نرى أننا نقوم بطرقات الرئيسية على الأقل لقدرون عواد ما نقوم بطرقات الصيانة كل مرة كينشفت عائلات وهي أولا وأخيرا نرى صاحب الجلال الله ينصر الملك محمد السادس في الخطاب الملكي دياله شارل أن هناك مناطق لتتوفر على ظروف العيش الكريم الماء أنا كنقول أن هذه الجماعة من بين المناطق وإن شاء الله لهدف ديالنا هو نوصله للبرنامج الذي صيبناه كحزب في أقرب وقت إكرام بوبيد أصغر رئيسة الجماعة بالمغرب شيء جميل يبشر بالخير في مجال المناصفة والمساواة والحداثة اشتركوا في القناة